بيبدأ الفيلم في معامل بلا كود فارما وبينلاقيهم بياخدوا فارما نقفصوا علشان اقطعوا راسه وفي نفس الوقت بتوصل كلير لمقر الشركة اللي شكلها عصري جدا علشان تشارك في تجارب سريرية لمدة خمس ايام لانها محتاجة فلوس وبعد ما الكل بيلبسوا لبس العمليات بيروحوا على قضة الكشف وبيكتشفوا ان ما فيش واي فاي ولا شبكة وكلير بتحاول تقولهم مها القلقانة تسيبها في حالها بس الرسالة ما بتتبعدش وزي ما يكون كده في خلاف بينهم هما الاتنين وبعد كده بيتقابلوا مع الدكتورة بيرك اللي هتشرف على التجربة وجرعة الدواء هتبدأ ضعيفة الاول وبعدين تزيد كل يوم وخلال الخمس ايام دول المشاركين مش هيقدروا يطلعوا من الدور ده وعلى مدار اليوم بتيجي الممرضة تسأل على صحتهم باستمرار وتكرر نفس الاسئلة عليهم لو بيجيوا لهم واجع وبتقيس النبض وبتاخد عينات دم وكمان بتبعتهم الحمام علشان تاخد عينات من هناك كمان ولما قلسهم بتحاول تكون صاحبة لكلير كلير بتصرخ عليها وتزع بس بتوقف نفسها فجأة لما بتحس انها عايزة ترجع وبعد ما بترجع في الحمام كلير بتقابل امير وبتعرف انه طالب طب ونفسه ياخد وظيفة مع الشركة في المستقبل وبالليل موخ كلير بيعمل رد فعل كيميائي غريب جدا ومش قادرة تنام ولما بتطلع من قضيتها بتكتشف انه كل البقيين مش عارفين يناموهما كمان وده بيقلعهم كلهم وماركوس بيكون بيحس بحاجة ومش قادر يوصفها وتاني يوم الصبح بتقولهم بيرك ان شوية قرق مش حاجة تخوف يعني وبتخليهم يعملوا عشرات التحليل من تاني وعلى الحيطة بنشوف ساعة بتعد الساعات اللي فضلة على بال ما يخلصوا وبعد كده بيرك اللي في قضيتها بتكلم رؤسائها علشان تقولهم ان اللي بتجربوا ده بيروح على طول الجهاز العصب المركزي للمشاركين وبيسبب التهاب دماغي خطير والرؤساء بيقولولها ان التجربة دي اسمها تجربة مزدوجة التعمية يعني مش مسموح لها تعرف اي معلومات اكتر بس بيتفاجئوا لما بيسمعون نتائج التحليل اللي بيرك بعتتهم ليها حصلت في يوم واحد بس وده اسرع من اللازم وفي اليوم اللي بعده بيرك بتبلغ المجموعة ان معايير التجربة اتغيرت ودلوقت الشركة عايزة تعرف قد ايه المجموعة تقدر تفضل صحية وممنوع عليهم انهم يحاولوا يناموا ولو حسوا بتعب شديد لازم يبلغوا بيركة او الممرضة وبعد ما كلير بتاخد الجرع الجديدة بتتحط في جهاز الرانين المغناطيسي وده بيخليها قلقانة جدا لانها بتعاني من الخوف من الاماكن الدايئة والعتمى والاصوات الغريبة بترجعها لذكريات وحشة لامها السكرانة وهي بتشخط فيها ورفضة تسيبها تطلع وكلير بتستعطفهم علشان يوقفوا التجربة بس بتفضل مستمرا لغاية ما تخلص والوقت بيمر والمجموعة كلها بتقلق اكتر واكتر من قلة النوم وكمان جرعة الدول بتعلق كل مرة ودكتورة بيركة بتفكرهم انهم احرار واللي عاوز يمشي يمشي في اي وقت بس كمان بتعلن ان كل واحد هيفضل لغاية الاخر هيحصل على مكافأة 30 الف يورو ومعظم المجموعة عجبتهم الفكرة جدا وبدأوا يفرحوا بس كلير وامير لسه حذرين عارفين من ده مش ببلاش والمجموعة بتبدأ تشغل مزيكة وبيشربوا شامبانيا وهما بيحتفلوا وقالسهم بتخنع كلير ترقص معها بس كلير بتحس بالتعب ببتمشي علشان تبلغ دكتورة بيرك بعد كده رايه وكمان بيتعب ببيرك بتقفل حفلة الفرح بدعتهم دي وبتبعت الكل يشربوا مية وبعدين بتكلم بيرك رؤساها من تاني وبتشرح لهم ان جهاز المناعة عند المشاركين تلخبط وعايزة تنهي التجربة من الاول بس رؤساها بيرفضه وبيامرها تكمل تزود الجرعة وفي الوقت ده المشاركين بيشجعوا بعض انهم يفضلوا صحيين بالكلام بس كلير بتتغفى شوية وعلى طول أليسون بتصحى وبتسألها عن خطتها للفلوس بس كلير بتتصرف بطريقة وحشة وبتزعجها بأليسون بتطلع من القوضة وبما ان الفرحة تخربطت امير هو كمان بيطلع وهو ماشي في الممر بيسمع دكتورة بيرك وهي بتقول رؤساها انها ترفض تتحمل المسئولية عن اللي هيحصل بعد كده وبعد ما بتطلع من المكتب امير بيدخل في السر وبيشوف نتائج التحاليل على الكمبيوتر بتاعها وبيكتشف التهاب المخ وهو مرعوب بينسخ كل الملفات على فلاشة وبالنسبة للمجموعة كانوا بتفرجوا على التلفزيون وفاجأ الشاشة بقت بتتعطل وكلير شافت أليسون قعدة لوحدها وراحت تعتذر لها بس لقيتها نايمة في اللحظة دي أليسون بتنزف دم من عينيها ومن مناخرها ودنها وبعدين جت لها نوبة وجسمها وقع على الارض وعينها بقت حمراء وهي بترجع وبعد ما جسمها بيرتجف بشدة بتموت ولما شافت بيرك كده الكمبيوتر المنشأة أعلن ان فيه خرق أمني ومن دلوقتي هيكونوا تحت حزر أمني وسوط الانذار بدأ يدق في كل الأوض والأضواء اتحولت للون الأحمر والكمبيوتر بدأ العد التنازلي فبيرك والمشاركين جريوا علشان يهربوا على طول والباب بيتقفل خلاص دكتورة بيرك بتحاول تعد على طول فبيتسبب في انه بيزنقها في الحيطة وقصبها قصابة كبيرة بسبب المعتن التقيل والمجموع بتخرجها بس متأخر ودكتورة بيرك بتعتذر وبتموت على طول والباب بيتقفل وبيحبس المشاركين جوه وعداد الوقت على الحيطة بيرجع تاني ودلوقتي بيعد 24 ساعة على ما الحظر يخلص وامير بيطلع من مكتب دكتورة بيرك وبيقول الكل يفضلوا صحيين لانهم لو ناموا هيحصل لهم حاجة وعشة جدا وهو شرح لهم انه شاف التحليل وان دماغهم على مدار الاربعة ايام دول اتحط تحت ضغط جديد جدا وممكن يحصلوا حالة اغلاق والكل بيبقى في حالة زعر وري حتى بتجيلوا نوب عصبية والباقيين بيحاولوا يزوءوا الباب من غير فايدة وفي قدرة الترفيه التلفزيون بيشغل رسالة من الشركة علشان يصبروا بعد كده بيحاولوا يلاقوا حاجة فوائهم فبيلاقوا كمية من املاح النشادر فكل واحد منهم بياخد خمس علاب علشان تكفيهم طول الليل وامير بيحذرهم يستخدموها في اخر لحظة بس راي على طول بيستخدم واحدة بعدين راي بيلاقي دوة في دولاب بس امير على طول بيحذرهم ياخدوه في الحقيقة هو بينصحهم كمان ما يشربوش قهوة لان اي منبهات اتخل النار اللي في دماغهم تزيد اسرع وامير متأكد ان دا ممكن يتعالج واللي عليهم انهم يستنوا لغاية ما الابواب تتفتح ويلقوا المساعدة وعلى مدار الساعات اللي جاية المجموعة بتحاول على قد ما تقدر انها دفضل صحية والغاية دلوقتي هم صحيين من 100 ساعة وامير بيحس ان التهاب المخ هيقل دلوقتي بسبب انهم مش بياخدوا الدوة تاني بس لما بيصور مخ كلير علشان يطمن عليه النتائج بتخوفه جدا وعلى الرغم من كده مش بيحكي لحد وكلير ماشية في الممر بيحصل لها دوار جامد جدا وبتسمع صوت امها فبتقرر تسجل رسالة لامها واللي في رعاية مسنين في المستشفى لانك بدها تخرب من كتر مشربة كحول بس كلير بتفضل تمسح الفيديو بعد كده بتلاقي الفران اللي في المعمل وبتقرر تخرجهم بس هم بيرفضوا يمشوا ودلوقتي فاضل 16 ساعة والمجموعة صعبة عليهم جدا يعودوا صحيين وري بيفضل يضرب نفسه على خدوده علشان يطير النعاس علشان هو خلاص اخد كل املاح النشادر وفضل يعمل ازعاج للباين وبيطلب منهم يدولوا من الملح اللي معاهم بس محدش بيساعده وفي نفس الوقت امير بيفضل يعمل تحليل في غرفة الكاشف جنب الجثتين وفاجأة دكتورة بيرك بتقعد ولا ظهره بس لما امير بيلفي منه شمال بيلاقيها لسه واقع وميتها يعني ده معناه انه بيشوف حاجات مش حقيقية وفي قضة الطرفيه كلير بتبص على حيطه وهي لسه بتسمع صوت امها والدنيا بتظلم على عيونها وهي بتفتكر قضتها الغريبة وهي صغيرة بس قبل ما تستسلم ماركوس خبط عليها وصحها وكلير مش قادرة تفهم ازاي ماركوس لسه كويس كده فورها جرح في رجله بسبب حادثة صعبة حصلت له هو ماشي في الجبل وبيقول ان الجسم هيحاول يدفع نفسه لحد ما يقدر يعيش وبعد كده كلير راحت قضة بيرك وشافت اشعة المخ قبل ما تشوف ملف المرض بتاعها واكتشفت ملاحظات بتتكلم عن السلوك المدمر والاحباط في حياتها واللي خلوها مناسبة جدا للتجارب الخطيرة دي وبعدين كلير لقيت فانيسا بتستخدم النار علشان تفضل صحية وقالت انها رفضة تستسلم وفي الحمام ماركوس كان بيصفر وسماء حد بيرد عليه على الرغم ان المفروض يكون لوحده بعد كده فتح حنفية الميا بس لقى ان الميا مش بدعمل صوته هي بتنزل بس لما بيقفل الحنفية بيسمع صوت الميا متأخر ولما بيضرب على الملاية بيحصل نفس الحاجة الصوت بيوصل بعد كام ثانية وماركوس بيخاف وبيخرج من الحمام وبيسمع حد بيصفر في الممر وبدأ يلف ويدور بس مش بيشوف ولا حد ولما بيوصل للصالة الرئيسية بيتفاجئ لما بيلاقي الباب بيتفتح ماركوس بيدخل من الباب للظلمة العميقة وبعد لحظة البقيم بيلقوه ميت على الارض علشان الهلواسة خلته ينام ودلوقتي لسه فاضل 15 ساعة وكل واحد قلقان وكلير بتحس بدواره وبتشوف ألسوم بتصحف خيالها ببتمشي من المجموعة وهي بتطوح وبتروح المطبخ وبعد ما بتشوف فار بيبص عليها بتستعمل النار علشان ترجع تحرك تاني والحرق اللي حصل بسبب النار وحش جدا بس كلير بتحس انها صحية ومنتبهة دلوقتي وبعد ما بتربط يديها بتلاقي البقيم وتصرخ عليهم وبتقولهم انها تعبت من انتظار وهتحاول تلاقي الطريق لبرة والمجموعة بتعمل خريطة للمكان علشان يعرفها هيكسروا انهي حيطة علشان يخرجوا وأمير بيقولهم ان ده مش هيحصل علشان أماكن زي دي بتتبني بأمان شديد بس البقائين بتجهلوه وبيبدأوا يضربوا الحيطة بالفاس وكل واحد بياخد ضروف التكسير لحد ما بيقدروا يخلصوا بسرعة وفي الآخر الفتحة بتكبر بما فيه الكفاية علشان يوصلوا للنهاية وللأسف أمير كان على حق الحيطة محمية بمعادن زي سماكة الباب ولما كلير بتروح تدور على أمير علشان تطلب منه أفكار تانية ري بيبدأ يسأل إزاي أمير عارف عن الحيطة المعدن وبيستنتج انه لازم بيشتغل في السر مع الشركة ولما كلير بتلاقي أمير بيديلها ورقة فيها اعتراف وهو دماغه بتشتح وبيشوفه الش دكتورة بيرك الميتة واتضح ان اللي خلال المكان يتقفل هو نسخ الملفات بتاعته ودلوقتي هو حس بالزنب لدرجة انه قرر ينام وعلى طول كلير بتمنعه وبتفضل ترمي النارة علشان تفهم ايه اللي يقدروا يعملوه بعقلهم وده بيدي أمير فكرة وهي انه يستخدم أدوية معينة كسم ويقدر يعمل تأثير المفروض انه يسبب موت المخ بس مع الاعراض الجانبية اللي عندهم دلوقتي المفروض انه هيوقف موتهم وأمير بيتجاهل الهلوسة وبدأ يشتغل على الخطة من دلوقتي وكلير بتجري علشان تقول البقين وبتتصدم ببول اللي بيقول لها ما تثقش في أمير أبدا وبيقول لها انه دخل على حاجات أمير ولقى علبة المنشطات واللي قال لهم ما تاخدوش منها وهي دلوقتي فاضية في اللحظة دي الكهرباء بتقطع فبيستعينوا بكشفات الموبايلات علشان يمشوا وكلير بتسمع سقوط أمها وألسون وبتبدأ طعاية وتنهار قبل ما تتدور وتلاقي ألسون وقفة قدامها وميتة وهي بتصرخ كلير بترمي الموبايل والضوء بيتطفي فبتحاول تستخدم ولاعة بدل كده وده بيخليها تشوف وجوه ميتة أكتر في العتمة ولما بتقدر تشغل الولعة أخيرا الحاجة اللي كانت شايفاها حاجات غريبة بتقف وبتوصل أخيرا لصندوق الكهرباء علشان تقدر ترجع الضوء من تاني وبعد كده بتلاقي بول على الأرض وبتصحيه قبل ما يموت بعد كده المجموعة بتواجه أمير وبيسألوا عن المنشطات وصندوق الكهرباء وبيقسم النورام المنشطات علشان الأمان وإنه ملمسش الكهرباء بس راي بيضربوا على طول وبيربطوا بحبل مع بول وفانيسا وري وبول متأكدين إنه بيخب حاجة وبيتجهلوا كلام كلير وهم بيقرروا إنهم لازم يخلوا أمير يعترف بأي طريقة وري بيستعد يعزب أمير بسكينة علشان يتكلم فكلير بتمنعه وبتقول إن أمير كان بيشتغل على دواء ولما راي بيقول إن خطة أمير إنه يقتلهم كلير بتطوع تكون أول واحدة تجرب الدواء ده علشان يقدروا يعرفوا كويس ولا لا والمجموعة لسه رفضة تسيب أمير فبيديهم تعليمات إزاي يخلطوا الدواء وقت ما بول بيشتغل فانيسا بتتكلم مع راي على انفراد وبتعترف إنها شافته بيحط فيوز الكهرباء وري بيعترف إنه كان بيحاول يخلي أمير ينام علشان يثبت إنه بيمثل ففانيسا بتقوله سر تاني وهي إنها لقيت مهدئ يقدروا يستخدمه في اللحظتي بول بيخلص خلط الدواء وبيجهز الحقنة وقت ما الكل مشغول فانيسا بتقرب لأمير علشان تديله المهدئ بس بتقع فجأة على الأرض وفي تجربة خروج الروح فانيسا شافت البقين بيجروا على جسمها بس بعد شوية دخان وعات ما حوتوها شافت الشيطان بيظهر قدامها وبتصرخ وجسمها الحقيقي بيطلع دم وبيتشنج وبول بيصرع إنه ياخد الدواء بس راجفة فانيسا بتوقع الإبرة وبتكسرها بعدين بترجع وبتموت في الآخر وعلشان الحظ يكمل عركة بوليس سريعة خلت علبة باقي الدواء تقع من على الصفرة وبتتكسر هي كمان وأميري بتدى يضحك زي المجنون وده خلى كلير تفقد أعصابها وتهدده بالسكينة ولما حست إنها بتتنفض طلعت من القوضة علشان تطمن على الساعة بس الضباب اللي على عينيها خلها تشوف كلمة تصبح على خير بدل الأرقام وبعد كده بدأت تدوخ وبتسند على الحيطة وهي عملت اسم عصود أمها من تاني والعاتمة بتسيطر على عقلها وكلير وهي بتلف ودايخها طلعت موبايلها وصورت رسالة لأمها قبل ما تلاقي آخر كيس منشطات بس وقعت على الأرض ووقع منها وفاجأة جسمها طلع لفوق ومزيكها حلوة بدأت تتعزف وعلى الرغم من كده كلير بتحارب الهلوسة وبتسبح في الهواء علشان توصل وأخذت المنشطات في الآخر علشان تصحى وبعد كده سمعت صوت وخبطت على حيط قودة الطرفية علشان تكتشف إنها فضية وبمساعدة بول خلع ورق الحائط ولقوا قودة تشريح مخفية وفي باب وراء بيود على ممره أسانسير وقدروا يخرجه في الآخر وكلير عايزة تقول للباقيين بس بول قال لهم لازم يمشوا لوحدهم وفي نفس الوقت أمير فضل يشوف بارك واللي بتأكد له إنه لازم يوقف على رجليه وبتشير على إن كلير سابت له السكينة جنبه وفي قط النوم ري ودع جسم فانيسا بس لقى خطاب أمير في جبهة ري وهو زعلان راح يلاقي أمير واللي ابتدى يصرخ ويستنجد بيه على طول وكلير سمعته رجعت جاري مما كانش قدام بول غير يروح معاها وفي المعمل ري خد مشرة جراحة وجهز نفسه علشان ينتقم من أمير واللي قوم بقوماشا في إيده وقدر يخلص منها ونطع على ري وغرز فيه المشرة بس بعد كده المرض خلاه يزهق وخد السكينة علشان يطعن ري كتير جدا لحد ما مات في اللحظة دي وصلت كلير وبول وحاولوا يهدوه بس هلواسة بيرك خلت أمير يكمل الوش والاتنين جريوا على طول وبول استخبى في قضة الترفيه وقفل الباب على طول دلوقتي لازم كلير تفضل تجري لحد قضة الأشعة واللي بيلحقها فيها أمير وبيرميها وده برضو شغل الجهاز بالغلط ولما أمير علواشا كيته عن كلير المغناطيس الموجود في جهاز الرانين شد السكينة من إيده وكلير ضربت أمير وجريت وفي نفس الوقت بول وصل الأسانسير وشغله بس للأسف ده مش أسانسير ده ما حرقت زبالة وبعد شوية نار كتيرة طلعت من الحيطان وحرقت بول لحد ما مات وبنرجع تاني لكلير اللي لقيت مقصه وجهزت نفسها علشان تدافع عن نفسها وأمير خد سكنته وراح وراها والاتنين كانوا على وشك إنهم يناموا فجأة لما الساعة وصلت للصفر والكمبيوتر أعلن إن الحظر خلص والنور رجع والباب تفتح علشان يدخل رجالة مسلحين وقتلوا أمير على طول وكلير سمعت صوت الرصاص وجريت استخبأ والرجال بيدوروا في كل الدور علشان يطلعوا كل الجثث وبعد ما تأكدوا إن المكان فاضي كلير حاولت تهرب ولقت الجثث في علب بحطت دم أمير على وشها بسرعة ودخلت جوه علبة علشان تظاهر إنها ميتة وواحد راح يطمن عليها وسدق إن صاحبه لقى الجثث بحطوها في صندوق العربية مع البقين واستخدمت كلير إضاءة الموبايل وفضلت تشوفها الوسع إن أليسون الميتة في الكيس معها فقفلت عيونها وقعرت تدندن بأغنية أمها ولما فتحت عينها تاني ابتسمت ليها أليسون بشكل كل صداقة وحب قبل ما تختفي وبعد ما العربية بقت بعيدة عن المنشأة طلعت كلير من الكيس وسواء العربية لما شافها في المراية تفاجئ وده خلى العربية تعمل حدثة وكلير شافت الرجالة لتنين واقعين على الأرض وطلعت على طول من العربية بس قدرت تتماشى كم خطوة قبل ما تفقد الوعي وبعد أربع شهور كلير لسه في غايبوبة في المستشفى ونشرت الأخبار بتقول إن شركة بلاك وود للأدوية اتبرأت من أي تهم وحطوا كل اللوم على دكتورة بيرك اللي ماتت باللحظة دي كلير فتحت عيونها وبينتهي الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر